أزعو من أنا يعني كل حاجة بقولها هي العظيمة والأفضل والأحسن والأصح لا خالص ده براجل مجنون لو تخيلت كده إنما بعد شوية قال الناس يقول لك لا ما أنت كده طب إيه وبعدين ما أنا في حاجات ما قدرش ألعب فيها يعني مثلا أنا النهاردة ممكن مثلا أقول لك البنالتي بتاع سعد سمير بنالتي ولا مش بنالتي فنهزر سعد سمير بنالتي ولا مش بنالتي فناخد وندي إنما أنا ما قدرش أضحك عليك في سعر الحديد في سعر البيض في سعر الفراخ في سعر الدولار أنا ما قدرش يعني معرفش وما ما قلتلك أنا كلامي يذهب إلى الجحيم لو غلط خلاص ما أنت قاعدة أنت مش هتنزل تشوف أنت عارف كل مصري الآن أصبح اقتصاديا أنا بتفرج على السوشال ميديا كتير كمية الفيديوهات اللي بتتعامل على الاقتصاد وأسعار الدهب وأسعار الدولار بقتكتر من السياسة دلوقتي كان الأول السياسة والبلد والسيسي هو ده كان الفيديو دلوقتي شخصيات كثيرة كل واحد عايزي أنا مش ضد أعمله فيديوهات زي ما أنتوا عايزين بس أصد أنه هذا هو لوب الاهتمام في مصر وبرة مصر يا جماعة إحنا بنحاول نقول لكم ما يحدث كون ما يحدث صعب كون ما يحدث مؤلم علمونا في الصحافة الأمريكية لما كان يبقى فيه يعني تقرير عن جريمة يقول لك we reported we don't make it أنا بأقول لك الخبر بس مشانا اللي قتل الراجل أنا بأقول لك الخبر إنه سين قتل صاد بس مشانا اللي قتلته فإنت حق الشغل ده وهو ليه البرنامج ده معليش ما ياسف دي جمال بقى ملاش لازم يعني هو الأكبر والأكثر نجاحا والأكثر إعلاناتا لأنه بقدر كبير مش هقول كل القدر أنت بتشوف فيه جزء كبير من الحقيقة أنا عازع من الراجل بشار في الإعلام مش حد بقدر يقدم الحقيقة كل الحقيقة يعني والشباب اللي بره دول برضو احنا عارفين بيعملوا إيه وإزاي وكل حاجة فيعني مش دي القضية فبلقى إنه يلحق ده هو طب ما تقول لنا حاجة حلوة جاتوا بس بوسة رز بلاب أقول لك كلام حلو كله إيه بس حلو إزاي أعمل لك إيه يعني أعمل لك إيه إنت عارف دلوقتي مش بكرة وحب يقول لي أقول له العين سجوف بكرة لا مش بكرة إنت عارف ما يحدث حضرتك عارفين جرام الده بكم ولا لا عارفين الدولار بكم عارفين ولا أنا في واحد بقى النهار ده كاتب إيه يقول لك إيه ما هو لما يقول إنه الأسعار عتغلق هم التجار ما بيصدقوا ما هقول السزاجة دي يا جماعة أنا اللي حرفع سعر التجار يعني أنا لو جيت النهار ده إنتوا هتعلقوني من رجلي لو جيت النهار ده أقول لك إيه على فكرة الأسبوع الجيل أسعار عترخص حاسمع أصوات لا خبل لكم بها يعني لو قلت ترخص ده أنا أقول كل يوم ورخصها لكم نرجع بقى الفرخة من خمس صدور ونرجع تاخد كارتونتين بيد فوق الكارتونة ونرجع كل ده لو عمر هو أو الإعلام بلاش عمر يعني لو إحنا اللي بنقول يا جماعة وبننزل أسعار أنا أقول كل يوم إنما اللي ما يشوفش على رأيه أم الله رحمها اللي ما يشوفش من منخل يبقى أعمى أنا شايف الحاجة ماشي أزاي وشايفين الحاجات ماشي أزاي فبس أنا دي ملاحظة أنا حبيت بس أقول لكم وبالمرة بعد